عمليات عسكرية متعددة تشنها القوات الأمنية العراقية باستمرار لتعقب ومطاردة عناصر تنظيم داعش في عدة مناطق من البلاد في ذات الوقت سجلت هجبات متفرقة شنتها عناصر من التنظيم خلال الأيام القليلة الماضية المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أعلن إحباط القوات الأمنية هجمة إرهابية على بغداد ويرى محللون أمنيون أن العمل الميداني للقوات العراقية لابد يتزامن مع ضبط محكم للحدود العراقية لمنع تسلل مزيد من الإرهابيين إن هذه العمليات العسكرية ما لم يتم ضبط الحدود بين العراق وسوريا لن تجدي نفعها وبالتالي هي السنزاف للأرواح والمعدات لأن كما هو معلوم الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي في سوريا غير مستقر فبالتالي يلقي بضلالة السلبية على الوضع العراقي مما جعل الصحراء مصدر قلق للوضع الأمني العراقي ولتعقب عناصر التنظيم في المناطق النائية اتبعت قواته من جهاز مكافحة الإرهاب أسلوب الإنزال الجوية وتمكنت من الوصول إلى أعماق الصحراء والتي يعتقد أن المناطق الوعرة فيها لازالت توفر ملاذا لبقايا عناصر داعش كان لدينا أهتاف عدة مسبقا وكان لدينا معلومات استخبارية حول وجود مظافات العدو لذلك قام جهاز مكافحة الإرهاب بعمليات إنزال جوي وهذا النوع من العمليات الخاصة يبتاز بجهاز مكافحة الإرهاب لأنه يطلب تدريب عالي ويطلب أيضا تنسيق مع طيران الجيش ليتناسب مع هذه المهام وأيضا هذه العمليات يتحقق عنصر المباغة وعامل الوقت والسرعة ورغم الحديث عن فقدان التنظيم قدرته على شن هجمات كبيرة تستهدف المدن إلا أن مراقبين للشأن الأمنية يرجحون أن عناصر التنظيم ستستمر في شن عمليات محدودة بهدف إثبات وجودها وإرباك الوضع الأمنية عودة داعش إلى السطح على أرض العراق وخاصة في المناطق الحدودية المجاورة للأردن وسوريا والسعودية بحاجة إلى استمكان وبحاجة إلى تفعيل الجهد الاستخباراتي من الجانب العراقي والرصد الأرضي والجوي إذا ما عرفنا بأن العدو يحاول مرة أخرى أن يثبت وجوده وتسعى القوات العراقية باستمرار إلى زيادة تحصيناتها على طول حدود العراق مع سوريا والأردن والسعودية عبر تزويدها بوسائل الرصد الألكترونية المتطورة للحد من تسلل عناصر تنظيم داعش ويشدد خبراء وأمنيون على أن الحد من تحركات تنظيم داعش تطلب زيادة الجهد الاستخباري وتشديد الإجراءات الأمنية لضبط الحدود فضلا عن تكثيف عمليات الاستطلاع الجوية ضياء محمد الحرة محافظة الأنبار